موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 يعني ما أحبت دور غيري عسل بس ما تأخرت لا لا مفتك حياك صدق حاضر السلام عليكم ملكم السلام فضل الله يكون فعونك هادر عمر هشوفكم عصب شوي شوي أنت إنسان طيب وعن نأس تستغل طيبتك آمر أنت عارف على أيام وضعي صعب للغاية ودي يعني أنك تقدر موقفي وتوقف معي طول العمر أنا مقدر موقفك يا أبو زهير لكن أنت ساحب 200 ألف ريال على المكشوف هذا غير الشيكات اللي أنت موقعها للناس ولا تنسى يا أبو زهير المصنع لازال محجوز عليه والقضايا كثير مرفوعة عليك يعني ما أودك تساعدني عطني فرصة أخيرة الله يطول عمرك حياك الله مزير حياك الله عدنان سرم 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 أنا أقول لك يا عدنان لا تدخلي هالأشكال وجاديك مرة ثانية طرد برا ولا أطردك محلة أنت فهم؟ أيوة خمسة عشر ألبس؟ لا يا أخي شوف أقل أقل من أربعين ألف أي أربعين ألف نعم لاحظة شوي نعم سعيد أكبر أحسنت سعيد أسكر أجل أبو أعني فأني أعني أبو أعني أبو اشتركوا في القناة موسيقى والصديق وقت الضيق تعرف ظروف الحياة والالتزامات اللي علي فانا يا ابو نواف محتاج مساعدتك وتوقف ماي صدق المثل ولكن الوقت الحاضر احنا مرتبطين وعلينا التزامات في الداخل وفي الخارج وآسف الحقيقة آسف ودي أساعدك بس ما قدر اي بس يا طالح المرانة انا ما عندي الا الله ثم منتح اشتوقف معي ابيك توقف معي ساعدني ترى انا موقفي حرج الظاهر يا ابو زهير اني ساعدتك كثير وانت تدري بهالشي صحيح انك ما قصرت وكثر خيرك الله يطول عمرك لكن هالمرة ابيك توقف معي ترى انا مضغوط للأخير ظاهر الحرطك فيه الاشارة الله اغنيك اكثر خيرك وما قصرت حياك الله الشاهي الشاهي بيجي الحين خيرك سابق يا طلع عمر مع السلح يشير يا أخوتي يجيب ان تقوم يا سعد يجيب ان تقوم انا فاتح لك البنك هنا عندي هل يحق للشخص منه ان يحلم ويبني املا ام لا وهل الانسان حدود لاحلامه وطموحاته انا احلامي محدودة بحدود مية وعشرين كيلو متر اقطحة يوميا ولو انها لا تقارن بتبخر احلام عمي بزهير اشتركوا في القناة اي 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 موسيقى هي هي يا عزике الجميع تخلى عنك موسيقى 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 ولا واحد ولي معك عدى الأصدقاء يلا المهم الصحة صحة كلمة العاجز المهم الصحة المهم الصحة المهم الصحة المهم الصحة في مفهومنا أن الفنون كلها على اختلاف أنواحها يجب أن تكون مسمدة ومزروعة على أرضية الفيكة والأدب لتحترفها وأصبحت بين أوم وليلة كاتب خصة لأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية الكتاب يبحثونا عن التجارب أما أنا فإن التجارب تبحث عني جاءت محطة البي بي سي فمن الأصوات التي أسيغت آنذاك كان صوتين صوتي والصوت المرحومة اسمها فهمي لكي تكون أو إنسانا ناجحا تبني بيتا وأن تنجب ولدا وأن تلنس شجرة وأن تكتب كتابا دفاتر الأيام الاثنين الحادية عشر مساء على قناة ذكريات ترجمة نانسي قنقر من الدرسيح سيحنانت إلى الدرسيح واقعاً امثلاً امثلاً قطعة وطارح محن 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 تحطيب 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 المصارع الحرة الثلاثاء الحادية عشر مساء على قناة كريان مطيئون الجادة الجادة ماذا تفعل هنا؟ مالذي أتى بك؟ أمر وهليك تنفيذه الضرب الصاحقة يوميا الرابعة مساء على قناة ديكريان ابا هيد زين اللي جيت خير بوزير شفيك بوزير بوزير ابا هيد برتي برتي تعالي igning ipples الحسن br إسم ماهرب iquer مكلمة سؤال ماهرب مرحباً 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 دقائ dropping مرحباً مرحباً دكتور رحيم مرحباً ما سعطت لك؟ ت פה مطالبٍ أنا مرحباً دكتور من تقدر اخرج يلا شد حيلك بالحين بس على شر تترك عنك هالنرفزة والانفعال عشان ما تعود حق هالسرير مرة ثانية سلامتك يا وزهير على ذنكم اشوفك يا دكتور شكرا بس يبه بس عشان تعرف ان الزعل ما منا اي فائدة اباشرك يا وزهير اتصلت لبنى وقالوا انهم جايين بكرة ها اش قالت دكتور ما في زعل ومن قالت ان الزعلان ينادي انا حاس ان فيت شي ممكن اعرفه بسراحة يا ناصر انا حاسة بقلق قلق من جنو باتش ربي جاي خلف وانا حاسة اني بدخل بمشاكل هو في غنى عنها مشاكل 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 لتكلمي عنها انتي ايش بتتوقع رد تفعل عمي لما يدري عن موضوع خطوبتي وانا حاسة انتي على محسن انا متوقع انتش تقولين كلام هذا وهم خلف ممكن نقول كلام هذا بس انا مصر ان محسن يتقدم لتش وبيتعمي ما يدرون نادية بيتعمي امرهم ما استشارونه بشي شحك نستشيره مرحيم بالنسبة لموضوع خلف فانا انا باتتكلم معه لاتشغلين بارج هلا يوم ما شلونك هلا هلا بنتي شخ بارج يوبا شلونك وشتون الشغل وياك انا زين لا اخوي زهير وين فيه زين الحمد لله هو زين يوم ما وينه ليحن ساكن برا البيت اخوي زهير زعلان وين ريلك ريلك هو يعني الحين اه 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 هلا عمي شاسمك يعني اه هلا اه شتكت لك شاسمك عمي اه سجمت يعني عمتي شلونك بعد انت زين زين تعال بيك تعال لبناء لحظة ها شفعين شفعين جيوما هناك جوهم شفعين جيوزار فيها تسمي يعني شتكت لك واجد واجد يا عمي اقول شاب لا تقول عمي عمت عيونك بلا اه اش اقول خالي يا جل لا تقول شي لا تقول ناخلي ولا عمي ثامة اه خلاص اقول اب وزوجتي وخلاص اقول شاب اه حاضب نسمع اه تعرفش conhecer مديون له اه يعني شاسم يعني قيمة التذاكر وشاسم يعني قيمة المهر وشاسم يعني قيمة الافاث يعني شاسم يعني ثلاث اه اربعمية بس اربعمية ها اه اه كلها الاربعمية وهالفلوس اللي يلي قيت عليها انا ما تنازل ما ابي والله يا عمي اي اه يعيغني او اسمع ايه امر انا ابي منك شي واحد امر ابيك اطلق بنتي ايه خلقت يا حبي يا رحيم رحيه يوم ارتاح يفوق وش ناط امه بنتي بتجيب هول خلاص يلا 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 ويه باح يا بنتي ويه باح يو باح ارتاح يرفزي ايه الله يبعد احياته يا رحيم انت لازم اطلق بنتي سامع شنون اطلق واحنا تونا متزوجين عاب اسمع يا خلف اسمع يا خلف الوضع الان اختلف الاول عندي ما اصنع وعين تكفي نائب مدير عام هل حين ما اكون ما اصنع من وين بالله عليك تصرف من فين اشتغل عمل حر اشتغل عمل حر من شهاداتك انت اش تشتغل عمل حر اش تشتغل بالضبط هذا الا انه حر اشتغل حر اسمع هالحاجة هذا ما فيه انا ذيبك انت رجال شام طيب قلبك جبير ما ترضى بكرا الابنة اذا طلبت شي ما تقدر تحقق لها بصر بينكم مشاكل صح ولا لا اه يعني اه فانا اقول يا ابني طلقها احسن لك اه كل ذي عمي علشان انا فقير يعني اه هذا انت قلتها سبب الفقر ياولدي انت انسان فقير ما تقدر تعيش وتعرف لبنة كانت عايشة على العز والدلال انا ما كنت قصر عليه شيء انت بالله عليك من وين راح تلبي طلباتها اه اشتغل حر ظاني اسمع حرارة في قلبك بلا اسمع اسمع هذا الحج اللي يجمد على الشارب لا اه انا اتف شاربك هذا شب قول انا بعطك ثلاثة الاف خمسة الاف اش اسمع يا عمي سبعة الاف اش اسمع يعني اسمع بلا يعني بنا بطيخ ابعطيك عشرة الاف واتطلق لبنة اش قلت افكر فكر ورد علي سمع فكر قبل ما تاخذ قرارك يا خلا اه اش اسمع يعني علشان كله انا قلت اجيكم الليلة ولا انت ضرحك بكرة واستشيركم خلاص لو هي بنحبك ما بتوافق على الطلاق مزينة اش اسمع يعني افترضه ووافقت على الطلاق شا سويها شوش يسوي اذا وافقت على الطلاق خل عندك اما وطلق اه اش اسمع يعني بالفعل لازم اطلقها خالا اش رايك تجون بكرة عندنا بس لا بعلمها انك كلمت مثل موضوع اه اش اسمع خلاص بكرة اجي معه والعلم والحل الوحيدة برايتش انكم تطلقون مو انت اللي كنت موافقة عليه ولا بعد الطلاق هذا من راي الوالد والوالدة بصراحة بصراحة انا انا قصدي لبناء انتي لازم تتأكدين ان الموقف رح تتخذينه لبناء هذا طلاقي وانتي عارف الفتاة عندنه في المجتمع هذا شون انتي جترا ما تطلق يا زهر انا مبهار فش اسوي ما دل اسمع كلام امي وابوي ولا اسمع كلام خلف اللي يحبني وياب يسوي ايشي علشاني ما ترم الوالد والوالدة يمزو جوج ما اخذوا رايه واكيد بطلاقش ما رح اخذوا رايه بعد بس خد النصيحة مني هذه انتي صاحبة القرار الاول والاخير في الموضوع هذا انتي وخلف وبس موسيقى موسيقى تأخرت عليك لا كلها نص ساعة بسيطة تأخرت عليك 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 تأخرت 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 عليك 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 اشتركوا في القناة 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 ما عليش يا عمي، سامحني، وديهم حق لبنة فوق وانتبهي حق عمتي لا تاخد شيء خلصت؟ ايه؟ هذا الشيء كده احنا اتفقنا عليه عشان تطلق ها؟ احنا اتفقنا على عشرة الاف ريال، احسر مرحبا لا، يكون احسن، شاس ما يعني لو كان عشرين، ادفعوا عشرين حق خلف، احسن هنم التفقين على عشرة الاف ريال، شي اللي غيرك؟ ما ليشغل عمي ما ليشغل؟ عارفك اناني، ما تشبع بشي، اشتبيني اكتبلك البيت باسمك يعني عشان تطلقها؟ عشرين حاضر، ما اكتبلك عشرين، المهم بس اخلص منك مصير تطلق جلي ناوي یہا، صدقتي كلاما ولا لا، سمعت وشوفتي بعينك عشرين اه شاس ما يعني؟ انا بصراحة جاريتك يا عمي، عشان عرف ما اعزتي، عندك وعند عمي؟ أم زهير بسراحة لو تعطيني فلوسك كلها ما قبل ش سمعني أطلق زوجتي لبنى بس إذا إيه تب تقولي تطلقني يا خلا فأنا أقول خلاص أطلقها بسرعة خذ الشيكة عمدي أنا عارفك يا خلاف كويس عارفك رجل أناني رجل وصولي ايش تبي نعطي لك أعطيك البيت اسمع تطلقها يعني تطلقها رضيت ولا ارتضيت سمع أنا بسراحة أسألوها إذا ما تبيني أطلقها اسألها 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 اسبيها يا بنتي تابين خلاف ولا لا أنا عارف أنها ما تبيك ايوه أبي خلاف واعتقدنا هذه حياتي وأنا المسؤولة عندها صديقي خلاف أنا كنت خايف نجد أنك تقبل الشيكة أه ه ه ه ه ه ما أسمعني زين لو سويتها صحية ما أسمعني قبلي الشيكة تش كنت ردت في علاج تشانسة شعلت منك معقولة أنا أتقل عن زوجتي وشركة حياتي علشان شوية فلوس لا 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 كان في حالة واحدة وشني هالحالة؟ يعني يعني أنتي أعرف يعني أنه نحن بروح نعيش بيت أختي نادية وخوي ناصر وهناك ما في شغالات وخدام وحشم يعني أقصد كل واحد يخدم نفسه بنافسه يعني ما يخالف طالما إحنا الاثنين مع بعض أنا ما عندي مانع زين وبالنسبة للشغلة ترى شاسم يعني يوم أنا أكسب مئة ريال ويوم يعني ما أكسب ولا شاسم يعني ريال يعني مثل ما تقولين شاسم يعني حسب السوق يعني شرايج ما يخالف أنا موافقة لا لا بنتي تتركني بنتي تتركني وتروح أني تترك بيت العز وتروح لبيت الفقر لا 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 يمكن لا يمكن بنتي تتركني لا انقضب طبلة إدني يا مرش ملات أنت سكتي خلنا أعرف أفكر 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 ما تقولي ش اللي خد عناه من تفكيرك بس يا بنت الناس يبقى أهدي أهدي شوي خلينا أفكر في طريقة ما تخليهم يطلعوا من البيت وبدالما أنت قاعدة كده فكري معايا أفكر ها أنا لا أفكر ولا أتحب راسي أنا بطلع فوق وبقول أنا ما تطلع من البيت بنتي تتركني؟ ما علي ما علي يا خلاف التعباء مثل ما زوجتك بنتي لازم أخليك تطلقها لازم ورجلك فوق راسك بعد أخير من التعباء كما حصلت لو كان رائحا يا أبو يا أمو أخير كان رائحا تتركيني؟ أخيراً فخيراً جيداً يو بس لأسي أبو يشكل إناً يا إصابة لكي تكن تبجرني. لماذا؟ لن تن كيف تتركني وتروحني؟ كيف تتركوني البيت؟ لا وانيس ولا أحد ما، ما يصري يا ولدي يا شسمة، نسيت الصورة الثانية أكلم منه؟ يما لما أهون علج، أهون علج يا يما ما يصيح؟ يا شسمة عمتي أنا بصراحة بكلمش أنا عمتي أنا بصراحة ما أقعد في بيت انطلت في أنا وشسمة زوجتي بس يا ولدي وقالها بلحظة غضب عمك ما كان يقصد، ما كان يقصد يسمعوني أهون علج يا يما يا رب لنت تركيتني وتروحي لاني يما أنا ما في قاعد بس بشاط زين، زين، شو هو الشاط